توقعاتك سيدي أن تركيا بظروفها الاقتصادية ويضاف لها من عندي الداخلية والتنازعات الشديدة وتجربتها السابقة في العشر سنوات الأخيرة في موضوع الدول العربية والمحيط العربي انتشارها بطرق مختلفة هنا وهناك قد يقال كما يقال بالانجليزي يعني فتحوا أنفسهم على مجالات كثيرة سياسية جيوسياسية اقتصادية عسكرية تدخلات إلى آخره ووجدنا ما حصل هل ستتابع تركيا تحت طيارة أردوغان ما يسمى تصفير المشاكل مرة أخرى أو تخفيف هذه المشاكل مع أمريكا مع أوروبا مع الغرب مع الدول الإقليم حتى تستطيع أن تقف على رجليها أكثر وتقوى اقتصاديا وداخليا وتأخذ حظها في المتوسط وغير المتوسط وشرق المتوسط في الغاز وغيره أما أنه البعض توقع في العالم العربي أنه بعد أن يفوز أردوغان مباشرة سوف يذهب ويخرج إلى العلن ويعلن كالفارس المقدام يعني The Night بأنني عدت من جديد وأنا كنت مفوت لكم يعني الآن خمس سنوات جاي بدي نرجع للربيع العربي وللشد دور الإرخي وللتحدي وللتدخلات وغصب العن الزعلان والراضي بالعام يعني أين ترى الروح والمنهجية لدى أردوغان عندما يعود لخمس سنوات قادمة تفضل سيد السؤال في غاية الأهمية وكما ذكرت حتى نفهم السياسة الخارجية التركية لفهمها من خلال هذول المحددين التي تحدثت عنهم أولا المحدد الاقتصادي أردوغان أو غير أردوغان بس قطعا أردوغان لأنه هو مركز جدا في موضوع القوة التركية هو يريد لتركيا أن تكون دولة قوية ولا يمكن أن تكون دولة قوية بدون الاقتصاد قوي وبالتالي كل أمر سيعود إلى تركيا بالقوة الاقتصادية هو سيكون معه وسيدعمه بقوة وبالتالي إذا كان لابد لتركيا أن تتصالح مع مصر حتى تستطيع أن يكون لها نصيب في شرق المتصصات ستقوم بذلك إذا كان لابد أن يكون علاقتها قوية هذه سياسة ذكية يعني التقاط النفس لا هذا أمر كيف أراه أنا هذه مسألة أخرى أنا أنا خبير ومراقب يعني هل هذا في التحليل السياسي المنطقي بعيدا عن مشاعرنا وحاسيسنا وغيره بالمنطق هل هذه طريقة صحيحة لا أنا الحقيقة مش عايز يعني أدخل رأي الشوكسيان في محاولة فهم كيف أردوغان يتبع السياسة ويتبعها لأنه هذا حيخربت الناس يعني هو قل طب هذا رأيك كله أنا أتكلم عن كيف هو يرى مصارف تركيا هو يرى مصارف تركيا الآن في المراكمة القوى الاقتصادية هذا يعني أنه هو إيش أكثر مشكلة اقتصادية لتركيا أكبر مشكلة اقتصادية لتركيا هي الطاقة يعني تصرف 80 مليار على الطاقة سنويا يعني مبلغ كبير جدا وهذا يأخذ من قدرتها على التصدير وهذا يذهب في دفع الديون وفي دفع الطاقة وبالتالي هو يريد أن يحصل على الطاقة بدون هذه الكلفة العالية طيب من أين تأتي؟ من البترول اللي هو اكتشفه في البحر الأسود ولكن هذا محدود ومن الغاز اللي موجود في شكله وهو كثير جدا ومن حق تركيا أن يكون له حقه لكن هم منعوا عنها هذا الحق فهو يريد أن يصفر مثل هذه المشاكل حتى يأخذ بعض مثل هذا المنتج الطاقة التي يستطيع أن يراتل فيها قوة اقتصادية وكل السياسات الاقتصادية بالمناسبة بغض النظر نتفق معها أو نختلف بغض النظر هي سيئة كوت أم كوت يعني أنه والله هذا ليس اقتصادا إسلاميا وكذا هذه مسألة أخرى وهو أنه هذا اقتصاد سوق حر وفيه ظلم وفيه كذا هذه مسألة أخرى تماما يعني جانب آخر من التحليل وجانب آخر من الحديث إنما عايز أقول أنه هذا موضوع الاقتصاد هذا وبالتالي كل أمر كل سياسة ستكون لها علاقة في موضوع هذا هو سيكون معها وبالتالي سيسكر علاقاته الخارجية في هذا الأمر الثاني متعلق بالموضوع الكردي المكون الكردي وهو الأمن القومي الأمن لا يعيش أي شيء أي سياسة ممكن أن تقوي الـPKK أو تقوي الجماعة الذين يريدون أن يفصلوا تركيا ويقسموها هو سيكون ضده هذان المحددان الأهم محددين عند تركيا بالإضافة لذلك طبعا هو يتحدث الآن عن الصناعات الدفاعية والعسكرية اللي هي بتعطيله أمرين الأمر الأول بتكثف من قوة تركيا العسكرية والأمر الثاني يجعل لها أذرع من خلال المبيعات ومن خلال الاحتياج للصناعات الدفاعية التركية حول العالم وهذا بيعطيه قوة أكثر من خلال هذه العلاقات التي يأتي بها ولكن هو أيضا بحاجة يعني هو بحاجة إلى أشياء لا يستطيعها طيارات لا يستطيع أن يستطيع طيارات وبالتالي سيقدم تنازلات حتى يستطيع عنده طيارات أمريكية هو ليس عنده قوة دفاع جوي وبالتالي ما استطاع أن يعني أمريكا رفضت شروطه لأنه يمتلك التكنولوجيا روسيا أعطته هذه القدرة أنه يمتلك التكنولوجيا ليس فقط يمتلك السلاح ولكن يمتلك أيضا التكنولوجيا وهذا سبب له إشكال ولولا أردوغان لو المعارضة كانت استسلمة هو لم يريد أن يستسلم هو أراد التكنولوجيا ودخل في عراق وفي صراع مع الأمريكان حولها جيد يعني الذي فهمته بأنه أردوغان سيحرص على تقوية القوة الاقتصادية ثم بناء عليها القوة العسكرية والنفوذ والقدرة إلى آخره وسيحرص على حماية الأمن القومي التركي وخاصة في موضوع الأكراد وهذان المعياران أو البوصلتان يعني راح يكونوا هما الحجر الأساسي مفتاح كل سياسة الخارجية يعني مش مسألة ولا خلافة ولا مسألة ربيع عربي أي شيء يتعارض مع هذان هيدرب فيه عرض الحائط يعني هو إذا بدأ أبسطها باللغة البسيطة لنا جميعا هو رأس مال نفسه لا يستطيع هو كدولة وكيان وقوة أن ينتحر أو يضحي بنفسه لأجل معارك جانبية أو قضايا لا يستطيع الآن تحملها أو الدخول في معارك مع الجميع هو يقول أريد أن أحقق شيء كبير لمنطقتي وشعبي ووطني ودولتي وحزبي لابد أن أكون قويا اقتصاديا ثم عسكريا وفي حماية الأمن القومي وعليها أرتب كل أمور وبالتالي لا تتوقع حضرتك قفزات كبيرة في فتح ملفات شريسة أو خصامية أو عداء مع أي جهة سواء كانت إقليمية أو دولية بل سيسعى للتعاون مع الجميع لتحقيق الهدف منه ولكنه قد يدخل في خصام مع كل من يعطل هذين الهدفين